وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يتم تطوير الموانئ بشكل تنموي متكامل يمتد إلى محيطها الجغرافي لتكوين ظهير من المناطق اللوجستية لزيادة الطاقة الاستيعابية بها بما يعزز من قدراتها في دعم حركة التجارة والتصدير والاستيرات كما شدد رئيس السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني على أن نهضة الأمم تعتمد بشكل حيوي على شبكة النقل من مواني ومطرات وطرق ومحاور كبنية أساسية دعمة لكفة قطعات الدولة اجتماع السيد الرئيس عبد الفتح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة تطوير منظومة الموانئ على مستوى الجمهورية وقد وجه السيد الرئيس بأن يتم تطوير الموانئ بشكل تنموي متكامل يمتد إلى المحيط الجغرافي لتلك الموانئ ولتكوين ظهير من المناطق اللوجستية لزيادة الطاقة الاستيعابية بها بما يعزز من قدرتها في دعم حركة التجارة والتصدير والاستيراد ويرسخ من موقع مصر الجغرافي كمركز لوجستي إقليمي وعالمي وكذلك حوضي البحر المتوسط والأحمر مشددا سيادته على أن نهضة الأمم تعتمد بشكل حيوي على شبكة النقل من موانئ ومطارات وطرق ومحاور كبنية أساسية داعمة لكافة قطعات الدولة وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير النقل عرض في هذا الصدد الجهود القائمة لتطوير الموانئ المختلفة على سواحل الدولة خاصة ما يتعلق بأعدة تصميمها وتخطيطها ورفاء كفاءتها من خلال إنشاء حواجز أمواج وتكريك الممرات الملاحية وتعميقها وإنشاء أرصفة جديدة تتناسب مع السفن العملاقة فضلا عن تطوير نظم الإدارة والتشغيل بالشركة مع الخبرة العالمية العريقة من القطع الخاص والاستفادة من خبرتها في هذا المجال وذلك بهدف إنهاء أي تكدس للبضائع في الموانئ وضمان سلاسة عبورها سواء ما يتعلق بخروج الصادرات للأسواق العالمية أو استقبال الواردات من مستلزمات الإنتاج الأساسية وهو الأمر الذي من شأنه أن يساهم في مضاعفة الإنتاج المحلي للدولة وتوفير فرص عمل في القطاعات التي تعتمد على كفاءة الموانئ خاصة الزراعة والصناعة كما عرض الفريق كامل الوزير الجهود القائمة لتطوير ميناء الإسكندرية الكبير والذي سيضم ميناء الإسكندرية وميناء الدخيلة والميناء الأوسط بمنطقة المكس بما في ذلك مستجدات إنشاء البنية التحتية لساحة التخزين الجديدة ومحطة متعددة الأغراض إلى جانب حاجز أمواج كبير ومناطق لوجستية مختلفة وكذلك إعادة تأهيل رصيف الخدمات البحرية بالميناء كما تم عرض سير العمل باستكمال وتطوير موانئ شرق بورسعيد وضميات خاصة ما يتعلق بمحطات تدور الحويات والأرصفة والمحطات متعددة الأغراض بها وذلك بالشراكة مع الخبرة العالمية والقطع الخاص واطلع السيد الرئيس أيضا على الموقف التنفيذي للأعمال الجارية حاليا لتطوير ميناء العين السخنة بما فيها أعمال الدعامات والطرق الداخلية والأرصفة والمحطات وكذلك محور السخنة الدخيلة فضلا عن الخط الأول للكطار الكهربائي السريع والذي سيربط البحر الأحمر بالسحل الشمالي العين السخنة الإسكندرية العالمين مرسى مطروح بطول 675 كيلو متر وبإجمالي 34 محطة والذي يعد إضافة حديثة عملاقة لمنظومة النقل في مصر ترجمة نانسي قنقر